اشتركوا في القناة المباراة على طول ان شاء الله هاخد تدريب الرئيسي بتاعه يوم الجمعة القادم وزي ما احنا عارفين نادي الاهل هالعب مباراته الأولى هناك في رواندا وحيسافر يوم الأربع يوم الأربع ان شاء الله نادي الاهل إلى رواندا حيسافره فجر الخميس فجر الخميس سور يعني الخميس الفجر عشان ظروف الطيران مباراة تتلاعب يوم السبت ان شاء الله بالتوفير لنادي الاهل كان معنا لقطات كده الملعب الجيش الرواندي جبناها قبل كده هنحاول نجيبها لكو تاني جارده بيرفع الأحمال لرمضان صبح انتوا عارفين رمضان صبح ولعبة المنتخب الأولمبي الموجودة كانت مع المنتخب الأولمبي هتلعب مع النادي الاهل المباراة وبعدين ترجع على معسكر مع المنتخب الأولمبي للمنتخب الأولمبي مسافر يوم 18 مارس اللي جاي ده ان شاء الله كمان أسبوع أو 8 يام إلى بروندي في بعض اللاعبين زي موسعد عوض زي رمضان صبحي زي كريم بامو زي تريزيجي كل اللاعبة دي تريزيجي مش مسافر مع الاهل لسه الموضوع الإصابة بتاعتهم هنعرف بكرة ان شاء الله جارده هيعلن أسماء المسافرة إلى رواندا بإذن الله للقاء الجيش الرواندي أحمد مجاهد رئيس لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة بيقول ان الاهل حاجز مكان هنريك في القايمة المحلية ولكن لازم من هذا الاهل الأول يخلص مشكلة موسى إيدان لازم يتفعله مستحقاته ويعمل فسخة للعاد أو إخلاق طرف لموسى إيدان وبعد كده يتحط هنريك مكان موسى إيدان لكن لغاية دلوقتي الأهل مخلص موضوع موسى إيدان لسه فيه أزمة ما بين الأهل وموسى إيدان عشان هنريك يتأيد لسه موسى ليه مستحقات من شكله متمسك بيه النادي الأهل عايز يخفض شوية ممكن ولا حاجة مخلص القصة فمش قادرين يحطوا هنريك مكان موسى إيدان غير لما المشكلة تخلص لكن النادي الأهلي حاجز في فترة القيد مكان لهنريك اللي هو مكان موسى إيدان لجنة الكرة في النادي الأهلي اتفقت مع وليد سليمان على إنهاء أزمة مستحقاته المالية بعد العودة من رواندا وليد سليمان انطلب من مسؤولين لجنة الكرة في النادي الأهلي أو ممكن تنعلعب الصادق يعني أنه ياخد جميع مستحقاته المتأخرة وفع واحدة عشان عنده بعض الظروف الخاصة وفي نفس الوقت المسؤولين أو كابتان عليها بصادق وعدوه إنه هم هيدول جزء كبير من مستحقاته القديمة وبعد كده طبعا هيجدد مع النادي الأهلي للمسهم القادر موسى إيدان بيدي مهلة للنادي الأهلي لغاية نص مارس لغاية 15 مارس للحصول على مستحقاته وبعد كده لو الأهلي ما خلص مستحقاته هيشتيكي للاتحاد الدولي ده ملعب الجيش الرواندي كنا زيعنا الحاجات دي قبل كده دي مباراة الجيش الرواندي الأخيرة كان بيلعب مع نادي مكلمانه بطل مكلمانه بطل مكلمانه مابوته وبطل موزنبيك وكسب 2-1 الجيش الرواندي هو الفريق اللابس أبيض وده اللي هيلعب مع النادي الأهلي ده الملعب زي ما قلتلكم ملعب كويس قوي الأرضية جميلة ولسه متجددة في رواندا مدرجات حلوة يعني استاد كبير النادي الأهلي هيقدر يلعب الكرة بتاعته إن شاء الله والزمالك برضو لما يلعب مباراة العودة مع ريون سبورت بطل رواندا يلعب في نفس الملعب كنا لعبنا احنا في الملعب ده منتخب مصر في 2009 في تصفات كاسعالم مع رواندا وكسبنا 1-0 بس كان الملعب لسه متجددش بالشكل اللي انتوا شايفينه اللابس الشيرت الأبيض ده والشرط الأسود دول فريق الجيش الرواندي وما كانوا كيسبوا فريق مكلمانا مبوتو بطل موزنبيك 2-1 وصعدوا عشان يواجهوا النادي الأهلي كان في دعوة كان في دعوة لكابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب إن هم يحضروا النهاردة فتتاح مجمع السكواش لكن الاتنين تخلف عن الحضور المهندس محمود طهر بيقول إن أهلي هيشارك في المؤتمر الاقتصادي لخدمة الرياضة المصرية دي برضو كانت مباراة تانية على الملعب مع المريخ السوداني المهندس محمود طهر بيقول الدوري يجب أن يعود بحضور جماهيري منظم طبعا يعني صعب موضوع الجماهيري المنظم ده دلوقتي لازم الأول وزارة الداخلية بقى من خلال القيادات الجديدة اللي مسكت وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبدالغفار يقدروا بقى يزبطوا القصة دي في الفترة الجاية إن شاء الله الكابتن علاء عبدالصادق بيقول إن بعض السمسرة عرضوا على النادي الأهلي عمر جابر ده يعني تصريح للكابتن علاء عبدالصادق طيب تعالوا نشوف بقى تصريحات المهندس محمود طهر مهندس محمود طهر يعني كان ليه تصريحات معنا في برنامج كرة كل يوم النهاردة في النادي الأهلي تعالوا نشوف قال لنا إيه في تصريحاته ونرجع نكمل تاني مع بعض في كرة كل يوم الأجندة المحدودة المشروع المتقدم به النادي الأهلي في المؤتمر الاقتصادي هو بناء استاد النادي الأهلي بالشيخ زايد وده مشروع كبير جدا يعني احنا بنكلم في استثمارات تفوق الـ 2 مليار جنيه إن شاء الله بنطمح إنه إحنا عندنا قريدي ناس مهتمة بهذا المشروع جدا استاد النادي الأهلي استاد مهم جدا بالنسبة للدولة وبالنسبة للنشاط الرياضي في مصر وهيبقى طفرة زي ما شفنا هذا المبنى النهاردة إن شاء الله احنا بنكلم على استاد على أحدث مستوى عالمي على أكبر مكاتب تصميم في العالم أكبر شركات تسويق في العالم ومشيين في المشروع يعني نحن نسير في المشروع إن شاء الله ويكتمل صورته النهائية بوجود الاستثمار بتاعه أو التمويل بتاعه أول ما هنوصل للمعادلة دي هيعلن المشروع بكامله على الرأي العام إن شاء الله إن شاء الله بنتمنى ذلك طبعاً ده يعني موضوع وإحنا موقفنا واضح وصريح من أول يوم أن يعود الدوري بداية من هذا الموسم أو الموسم اللي ابتدأ يعني اللي إحنا في وسطه دلوقتي ده كان موقفنا إحنا عايزين الدوري يعود وعايزين الدوري يعود بجماهير هناك التزامات ما نقدرش نتاجها لها التزامات أمنية التزامات للدولة التزامات للحكومة التزامات لوزارة الشباب والرياضة يجب أن نلتزم بما تقرره وزارة الداخلية مع وزارة الشباب والرياضة اللي أندي إليها دور كبير جداً في الحفاظ على المنظومة الكراوية مش بس أنا ما فضلش أصدر مشاكل للداخلية أو أصدر مشاكل وزارة الشباب والرياضة وبعد كده أقول الدوري مش هيرجع ما هو مش هيرجع إنما لما أنا بتعاون مع وأظن الوزير خالد عبد العزيز نهاردة قال هذا الكلام إن إحنا بنتعاون بكل السبل إحنا كان مشكلتنا في بداية هذا الموسم مجموعة ولا مجموعتين وهبوط ولا مش هبوط بسبب مباراة الأهلي والمصري وإحنا تجوزنا هذه المرحلة وإحنا نواجه هذه المشكلة ونحلها والحمد لله إحنا النادي الأهلي كنادي أهلي بيحل كل المشاكل المتعلقة من ناحيته هو ناحية التنظيمية إحنا بنتكفل بيها ومتعاهدين بيها عودة جماهيرنا إحنا متكفلين بيها ومتعاهدين بيها بنصق في جماهيرنا إن هي مش هتخزرنا اشتراطات الدولة بقى هي اللازم نستنياها ونعرف إيه اللي هيحصل فيها ليس هناك مشاكل داخل مجلس إدارة النادي الأهلي ليس هناك انقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي بيعمل كله على قلب رجل واحد أعضاء مجلس إدارة، إدارة تنفيذية، أعضاء جامعية وممومية ما عندناش مشاكل في حاجة خالص اللي بيحاول يختلق المشاكل لن تؤثر فينا